أعوذي بالله من الشطار وجين بسم الله الرحمن الرحيم من تحليل فيه الوحدة الرابعة الملوثات الطبية Indiana kalpaprio ونوصل تسجيل مقاطع لشارع محتويات هذه الوحدة نتناول في هذا المقضى الملوثات البكتيرية والفيروسية أو البكتيريا الأنبيرال بوليتون الملوثات البكتيرية والفيروسية تعريفها هي الملوثات البيولوجية مثل البكتيريا والفيروسات التي تنتشر في الهواء والتربة وتسبب أمراض للكائنات الحية إذن انتشارها يكون في وسطين وسط الهواء والتربة لها صفات بتميزها عن الكائنات الدقيقة الأخرى أصغر حجما يتراوح حجما بين 10 إلى 300 نانومتر إذا قررنا ذلك بحجم البكتيريا يزيد عن 1000 نانومتر إذن حجما صغير جدا حوالي تل حجم البكتيريا أيضا تحتوي الفيروسات على نوع واحد من الحمض النوي إما DNA أو RNA والDNA هو ديوكسو رايبونيكليك أسيد ويحمل مميزات بيولوجية تجعل كل نوع من الكائنات الحية يونيك أو فريد في نوعي والريبونيكليك أسيد هو حمض نوي أيضا ويدخل في أدوار معقدة جدا في فق الشفرة والتشفير ويحمل بعض التعبيرات الجينية تحتاج إلى خلايا حية للتكاثر وهذا مهم جدا من صفة من صفات الفيروسات والبكتيريا تقتل الخلية الحية أيضا واحد من هذه التأثيرات بتاعت الفيروسات على الخلايا الحية تحول الخلية الحية إلى خلية سرطانية وتحدث إضطرابات داخل الخلية الحية محدد وفي هذه الحالة يدخل الفيروس الأنسجة فقط مثل أمراض الجهاز التنفسي ريسبيراتوري سيستيم ديسيز ريسبيراتوري سيستيم ديسيز وهذا في وبهذا نصر نهاية هذا المقطع موسيقى 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 موسيقى